موسيقى موسيقى للأسف الشديد حكاية السخرية من شكل فايزة أحمد اللي كانت بتتدايق منها أو بتتكلم عنها وقالتها في حوارها مع الأستاذ صف ناس كازم زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت انتشرت بشكل رهيب في الصحافة لدرجة ان احنا هنلاقي في مجلة زي روزة ليوسف سنة ستين كاريكاتير بيتريأ من شكلها مش ممضي لكن رئيس التحرير وقتها كان الكاتب الكبير فاتحي غانم فما بالك بقى بالجرائد والمجلات اللي مستواها أقل وأدنى بتقول فايزة أحمد للصحفية زينة بحسن لما سألتها ليه تسرحاتك كانت غريبة فيعيني تحطط في موقف دفاع فبتقول لها انه عابد زي ما كانت بتسميه جوزها كان دايما يسد نفسي ويقول لي انت وحشة مع انه أكرم ابني حلو كتير وأماني زي الأمر عنيها أزرق وشعرها أصفر وانه جوزي كل ما كنت اشتري حاجة يعايب علي فعقدني وبقى الحلو والوحش يستوي عندي وانها استغربت لما جار ليها قالت انت ليه يا فايزة حلوة يعني مش مهتمة بنفسك برغم ان انت حلوة وانه أصدقائي فضلوا ورايا لغاية ما ساعدوني ان انا استرد سقتي بنفسي برغم انه فايزة قالت في حوارات كتير انها ما عادتش تسق في اي راجل خالص وانها هتعيش لفنها وكل مناها انها هتشوف ولادها اللي بيعدوا عنها وتتطمن على بنتها الا ان الحب زرها من جديد لما تعرفت على الممثل الناشئ الوسيم وقتها ودائما يعني الحقيقة محمد سلطان في بيت فريد لطرش وفجأت انه ليه محاولات تلحين وقصة الحب أثمرت عن جواز في يوليو 64 هتلاقوها على الانترنت في حوارها الشهير مع الموزيع ليلى رستم بعد سنة من الجواز وليلى بتقول لها انه انا رد يعني رديتي فبتقول لها انا ردت فيها الروح بعد ما اتجوزته وتخنت 13 كيلو والناس كلها بتسألني ليه حلوتي وزي ما قلنا كانت التشنيعات بتطلع في الوسط الفني انه على هذه الزيجة بتوصلها وبتدايقها وكان في انطباع بسبب ملامح فايزة انه سلطان أصغر منها بكتير كان بيتقال انه 15 و20 مع انه فرق السن 7 سنين تقريبا ولما كسرت الدنيا غنوة اقمر يا امر خادت التشنيعات برضو سكة انها بتساعده في التلحين وبعدين لما اسبت نفسه فالحان كتير ليها والغيرها بدأت التشنيعات في سكة انه خلاص احتكرها ومش هتشتغل غير معاها وطبعا كل ده بيحصل في زمن الفن الجميل اللي الناس بتترحم عليك انه كان زمن لملايكة مش لبشر بيضربوا تحت الحزام وبيسعوا في خراب البيوت ويستكتروا الفرحة على غيرهم زي اي بشر في الدنيا وبيقيموا الناس بشكلهم المهم هتلاقي في كل الصحف والمجلات بتاعت الفترة دي نفي دائم من فايزة وسلطان لانه هم محتكرين بعض وكلام عن مشاريع مع ملحنين اخرين سلطان كان حريصا ان فايزة تشتغل مع عبداللهاب تحديدا لانه برا المنافسة لكن كان بيحاول كفنان يأكد ان اللي عنده احسن من الموجي وبليغ وكمال الطويل واي حد وساعده نجاح الاعمال المشتركة اللي ما بينهم لكن فايزة المتعطشة للنجاح واللي من السهل استفزازها بدأت تفتح النار على كل اللي يدوس لها على طرف خصوصا لما استقرت بقى عائليا ونفسيا وبعد كده على كل من يشتبه انه بيدوس لها على طرف وبعد كده بقت بتفتح النار عشوائي وفي اعتقادي ان دي الفترة اللي حصلت فيها خلطة مؤلمة ما بين عزباتها الشخصية وحرمانها من ولادها ورغبتها في انه نجاحها يكمل وسط منافسة قوية جدا وشرسة مع خوف من الموت كانت دايما بتعبر عنه للقريبين منها ولما خلفت التوأم طارق وعمر مع بنت كبرت وسفرت وبعيدة عنها بتشوفها كل فترة وولاد بعادة عنها كل ده طلع سلسلة انفجارات عصبية هتلاقيها منتشرة طول فترة السبعينات يمكن من اشهر المعارك دي معركتها مع نجاة لما عملت حوار مع مجلة الكواكب وقالت انه نجاة مش بتعاملها كفنانة مع انه امه كالسوم بجلالة قدرها بتعاملها بكرم ومحبة ولما سمعتها في حفلة خاصة كانت بتسقف لها وبتشجعها بحب شديد بينما لما مرة دخلت استوديو الإزاعة عشان تنقل غنوة ليها فلاقت نجاة قدامها فنجاة علت صوتها وطلبت منها تخرج من الاستوديو مع انها حاولت تكلمها بهدوء لكن نجاة فضلت تسرخ فخرجت وانه عبدالوهاب نصحها ما تخسريش حد فمرة جات لها مزيعة تسجل معها فقالت لها تحبي تسمعي ايه لنجاة فقامت فايزة اتصلت بنجاة وقالت لها تحبي اقترحلك ايه غنوة من اغنيكي فنجاة شتمتها وقفلت السكة في الشهدة طبقا لرواية فايزة للكواكب وانه نجاة كانت متصورة ان فايزة بتستهبل مع انها كانت بتعمل مبادرة طيبة كتير كانت بتتهم نجاة صراحة انها بتدفع فلوس عشان تطلع تشنيعات على فايزة او يتقال عليها نكت مع انه ده ما كانش معروف عن نجاة اطلاقا يعني او مش متواتر حتى في سنة 71 طلبت منها مجلة الكواكب تقيم الفنانين والملحنين فشكرت في مرسي جميل عزيز ومأمون الشناوي وصالح جودت وكمال الطويل ومنير مراد ومحمد سلطان بس لكن هجمت بليغ اللي بيعتمد على الاغاني الشعبية وقالت ان الموجي اللي صاح بالفضل عليها حاد عن مشواره الى الاسهل واصبح يلحن لكل من يطرق بابه وموهبته ضاعت في الاستهلاك التجاري وحتى جات على الراجل الغلبان عبدالعظيم محمد وقالت الموسيقى عنده اكثر من الموهبة وبعدين بعد سنة هجمت بليغ وقالت حكاية انه بيتأمر على الفنانات وانه عفاف راضي ضحية من ضحايا بليغ وانه بيتبنى الصوت ويتخلى عنه في نص الطريق وانه شادية ونجاة كانوا تحت رحمته واول ما اشتغل ابتدى معايا في غنة ما تحبنيش بالشكل ده وبعدين ابتدى يتأمر علي مش عارفة ليه وابتدى يعرف نجاة وبعدين ابتدى يشتغل معايا وبعدين يتأمر على نجاة مع شادية وبعدين يزعل من شادية فابتدى يتأمر على شادية وعلى نجاة مع فاف راضي كلام يعني في الوقت ده طبعا الناس كلها اي حد بيكلفت ده حبيب قلبي ده روحي ده احنا كده انما لقوا واحدة قطر بتخش في اي حد يعني مثلا ان يسألوها عن وردة فمش هتخسر لو قالت والله جميلة لا تقول لهم والله صوتها كويس لكن ينقصها الشخصية زي سعاد محمد ونجاح سلام برضو ينقصهم الشخصية وبعدين قالت تعبير قالت قالت ايه فيه فنانين بيغنوا من جواهم وفنانين بيغنوا من حناجرهم ووردة من النوع اللي هي بتغني من حناجرهم برضو في سنة 73 مجلة الكواكب كانت بتنشر قصة حياة عبد الحليم فراحت قالت لهم تصريح قالت لهم يريت برضو تكتبوا انه بيكره علان ويحقد على زيد ويقطع ايش عبيد وتكتبوا عن عيوبه وبلوية مش بس تمجيد ليه موقف تاني حسن الامام ينشر اعتذار عن فيلم ليها عرض عليه مع محمد سلطان فتقول لهم انا ما بعتلوش الفيلم اصلا وهو ضيع اكبر فرصة في حياته الفنية في ذكرياته عن نجوم الغناء بيحكي الشاعر والاذاع الكبير عمر بطيشة عن المنافسة والتراشق الكبار اللي كانوا بين عبد الحليم وفايزة وانه في اذاع كبير كان مستشار لوردة يقصد وجد الحكيم الله يرحمه حذر عبد الحليم من انه عمر بطيشة صديق لفايزة وسلطان لكن في نفس الوقت بيرسم لها صورة انسانية رائعة انها كانت حقنية وعطوفة وحنونة لكن في نفس الوقت كان عندها فخر بنفسها وموهبتها لدرجة انه بيحكي مرة كانت بتغني قدامه مقطع من غنوة وقبل ما يعلق لقاها بتقول لنفسها بصوت عالي الله يا بيت يا فايزة لحظة نشوة كده من نفسها صورة شبيهة جميلة رسمها الكاتبة الكبيرة عائشة صالح اللي مرة فايزة دخلت تشتكيها الرئيس تحريرها وبتقول له انا مش هسيب المكان الا وعيشة دي جثة واتضح انها ما اردش الحوار اللي اتنشر اصلا وانه فلان من الناس قال لها ده عيشة نشر على لسانك كذا وكذا فجدت تخانق من غير ما تقرأ وبتقول ان دي كانت طبيعتها بتصفها حتى بركان ثائر ثم فجأة سطح بحيرة رائق والفرق بينهما دقائق تصدق الكلام ونقيضه واشترت شقة في عمارة جديدة كتبت الصحف انها مهددة بالانهيار فراحت سألت مالك العمارة قالت له صحيح العمارة بتميل قال لها حضرتك برضو تصدق الكلام ده يا ستة فايزة فخرجت تدافع عنه وتقول هو يعني هيكذب ليه وكانت عيشة صالح استاذتنا شايفة ان دي كانت مشكلة فايزة مع الرجال بتسأل دايما وقال كده ليه هيكذب عليها معقولة وبتصفها انها كانت مثلا تقابل في الشارع بنت فقيرة ملابسها مقطعها بتطلب مساعدة فتاخدها معها البيت تحميها وتلبسها وتعمل لها الأكل وتديها فلوس فييجي مثلا جزء هيتخانق معها لانها عملت كده وهي ما تعرفش البنت فتقول له وهي هتسرقني ليه مفترضة دايما الخير في الناس تركب مع سواء تاكسي يقول لها كلام حلو فاتطير من الفرحة كأنه اول معجب في حياتها غضبت مثلا من رئيس تحرير مجلة اسبوعية نشرت عنه نشر عنها خبر مع جباش فاقتحمت قطه فاستخبت احت المكتب وبعدين هرب على قوضة جنبه وقفل الباب المفتاح وجات له حالة اعياء لان قلبه كان خفيف لانه فاكرها تضربه هي مستغربة بتقول انا بس عايز اعبر عن رأي في اللي انتو نشرتوه وبعدين تقابله بعد ايام بالصدفة وتبقى زي الفل معاه بتعترف فايزة لعائشة صالح انها عانت كتير من الصراحة اللي الكل بيلومها عليها لكن حاولت كتير تتخلص منها ما قدرتش كان لها بالمناسبة خناقة عجيبة جدا حصلت سنة 73 مع الفرقة الزهبية اللي بيقودها صلاح عرام طلع معجب من المعجبين طلع المسرح وداها سلة ورود فيها الفين ليرة وقتها كان مبلغ كبير فجات الفرقة طلبت منها نصيب من المبلغ فقالت لهم لا ده طلب مهين انا مش رقاصة وبقسم النقطة مع الفرقة واذا انتم وعينكم في الموضوع انا هرجع المبلغ اصلا فالفرقة شكت فيها فرقادولها لغاية ما جات في حفلة قبل ما تطلع المسرح على طول طلبوا نصيبهم من فلوس المعجب قالولها احنا لينا 300 جنيه تقريبا فاضطرت طبعا انها تدفعهم وبعد كده استعانت بفرقة اخرى اللي فيها اسمها فرقة النيل طبعا نوع من الخناءات عجيبة جدا كان لها خناءة مع الفرقة المسية بعد حوالي 20 سنة شغل مع الفرقة المسية تقريبا عشان بيرفضوا انها بتغني اكثر من غنوتين في الحفلة ومرة كانت قالت انها شافت عزف الاقاع الشهير حسن انور بيتتاوب وهي بتغني فراح الصحفي والشاعر استاذ محمد حمزة سأل حسن انور فقال له رد عجيب يعني فضيع جدا قال له اه فعلا صحيح كنت بتتاوب وجودة المادة التي اعزفها لها دخل كبير بدليل ان انا ما بتتاوبش مع عبد الحليم ووردة ونجاة طبعا الكلام ده مع فايزة نار بتشعلل احمد فؤاد حسن قائد الفرقة المسية وصاحبها قال لها انه قال لمحمد حمزة انه تعود من فايزة انها تتهم دايما بالتقامر لصالح عبد الحليم هدية الامور ما بينهم لكن بعدها بسنة اتحولت الحكاية لفضيحة لما سبها بعض افراد الفرقة على المسرح عشان قررت انها تغني غنوة ما كانوش على حد تعبيرهم متدربين عليها فبدأت تغني من غير مزيكة وانضم بعض افراد الفرقة لها وسنة 75 دخلت معركة مع الهندسة الازعية في الازاعة فعز بقى ما الازاعة هي كل حاجة ما فيش بداءة اخرى وطلبت من وزير الاعلام كمال ابو المجد التحقيق معاهم عشان فيه عطل حصل في وصلتها هي بس شمعنانا اللي بيحصل عندي العطل واعلنت انها هتجيب ميكروفونات خاصة بيها وهتجيب كمان فنيين متخصصين تدفع لهم عشان تحمي نفسها في مهرجان قرطاش زي ما بيحكي الكاتب التونسي علي بن العربي في مذكراته هو كان مساعد مدير المهرجان انها في منتصف السبعينات عملت خناءة عشكت عايزة تطلع المسرح قبلها واصرت تقبط فلوسها بالدولار من وزير الثقافة الشازلي القليبي عشان على حد تعبيرها الفلوس لو تحولت لحسابها في مصر الحكومة هتأخدها هتلاح حكاية اخرى غير دي جمعها محمد يحيا الكاتب في مقال جميل نشره في موقع المنصة وفي حكاية كان كتبها النقد والصحفي طرق الشناوي عن معركة دخلتها فيزة مع صاحب محل طعمية تحت بيتها في جاردن سيتي سنة 75 واتقفل المحل عشان ريحة الطعمية بتؤذي أحبالها الصوتية وطارق رأخد آراء موسيقيين كبار الترياء عليها زي مقمون الشناوي اللي قال إن الجماهير في حاجة للطعمية أكثر من حاجتها لحنجرة ومحمود الشريف قال سيادة القانون فوق سيادة فيزة وبعدين تفتح المحل الثاني وبعدين في نوفمبر 76 برضو حصلت لها نوبة غضب لما توفي والدها اللي حزنت عليه برغم كل آلمها منه لكن هجمت زملائها لأنهم مع الزهاش في وفاة والدها فاصل قصير وهنكمل كلامنا عن فيزة المشتعلة بالفن والأزمات دائما المعارك اللي كانت بين فايزة أحمد وبين كل ما هو خارجها فجأة بعد ما انطالت جوازتها من محمد سلطان لقعدة 17 سنة وكانت تبدو الأسعد للكل انفجرت هذه الزيجة من الداخل وفوج الكل ان الطلاق حصل بينها وبينه في أغسطس 81 وقالت لمجالة آخر ساعة كلام صعب جدا الحقيقة واضح انه كان فيه قدر من المبالغة الله أعلم لكن ده المنشور انه سبب الطلاق انه كان بيقاسمها في دخلها وبيعتدي عليها بالضرب وبيشدها من شعرها ويمنعها من التعامل مع الملحنين وكان واضح انه اتهمت وراها انفعال لانه أصدقاء مشتركين أنكروا حكاية الضرب والمقاسمة في الدخل لانه سلطان كان من أسر غنية وكان برضو بيكسب من شغله كان ملحن كان الطلاق سبقوا أزمة انه أزدل عليها السطار وهي بتغني في حفلة فلسماعيلية قدام الرئيس السادات كانت الإزاعة حددت لها وقت معين وقالوا لها لو تجاوزتي هنقفل عليك فاتهمت سلطان بانه تخلى عنها في الأزمة دي كانت أزمة كبيرة طبعا وعملت حوار مع الصحفي اللبناني بديع سرباية اتهمت سلطان بانه بيطعن في أنوثتها وانها لما كانت نحيفة كان بيصخر من شكلها ولما تملأ جسدها واستعادت جمالها بدأ يحس بالغير عليها وبيحاول يقلل من قيمة أنوثتي ويقول لي ان شكلي لا يعجب أحدا وينتقد تسريحات شعري ومكياجي وبعدين بتقول انه هو صفعها لما باست عمر خرشد وهي بتسلم عليه وانه بيصرف كتير على المظاهر وانه مهمل في شؤونها المالية فعمل لها مشاكل مع الضرائب وانه بيحاول يظهر دايما ان هو ابن الناس الرقين وهي بنت طبقة شعبية وخلى ولدها او ولديها يبصلها كامرأة جاهلة ومش بيخلي والدته تعلم مولدها ازاي يحترموا أمهم وعشان كده بتطلب الطلاق طبعا أنا اخترت الجزء المنضبط لان الكلام ده منشور في صحف ومجلات أخرى بما هو أكثر من ذلك يعني حدة ثابت البيت وأقامت في فندق هيلتون واستمرت في طلب الطلاق عبر الجرايد وبدأت خصوصياتهم تتنشر في كل المجلات كبيرها وصغيرها وطلبت منه جواز سفرها عشان تسافر لندن وقال هو للجرايد انه شاكك انها بتحب حد تاني وهي نفت وبعدين بعد شد وجذب حصلت جلسة صلح في مايو 81 بحضور عمر بطيشة والمحامي أسعد خطاب ووالد محمد سلطان اللي كان مؤيد للطلاق لكن ما عرفوش يوفقوا الموضوع ووصل الطلاق للطلاق التاني وفي سنة 82 وبعد نهاية عدتها من محمد سلطان بأيام دخلت في غلطة كبيرة جدا اتجاوزت زابط شرطة اسمه عادل فرق السن بيني وبينها حوالي 20 سنة وطبعا طلعت في الجرايد وقالت انها لأول مرة بحس بالحنان في حياتي وكتب كلام كتير جدا في الجرايد انها اشتريت له عربية مرسيدس واشتريت مش عارف في عمارة ان شرتي افخم عمارة في القاهرة وقتها شقة جديدة توصفت بانها اجمل شقة لفنان في مصر وتقال على لسانها انها مصممة تغيظ محمد سلطان وتبين له ان الدنيا مش هتقف بعدي في مايو 82 زارت القاهرة بنتها قادمة من كاليفورنيا وكانت كتب انها برضو خاضت كذا تجربة جواز وطلاء وتقال انه حصلت خلافات بين فايزة وجوزها بسبب طريقة بنتها في التعامل مع جوزها الظابط واعتقد انه الحكاية كان وراها رغبته يعني زي ما بيقول بعض الشهود الفترة انه كان عايز يفرض سيطرته عليها بدعوة انها متحررة واخلاقها امريكية ومش مناسبة لاخلاقنا الشرقية والكلام العجيب ده اللي اتنشر في الجرايد لتبرير اللي كانت بتقوله فايزة عنه من شكاوة وحصلت خناقات ما بينه وبين بنتها فاعتدى عليها بالضرب ولما دفعت فايزة عن بنتها ضربهم الاتنين بالقايش وتعوروا جامد وكانت دي تالت مرة باضربها فيها لكن اللي خلاها تأثرت قوي ان ده حصل في حضور بنتها وما لقيتش حد تستغيث به غير محمد سلطان اللي وقف جنبها بكل مروقة وراح بيها الاسم وعمل لجوزها محضر وتعرضت على الطب الشرعي وطلبت بنتها فريال تدخل السفر الامريكية لانها كانت حاصلة على الجنسية الامريكية بعد ما حاول زباط الشرطة كعادتهم يضغطوا على فريال عشان يسندوا زملهم وابتدت مساومات على الطلاق عرضت عليه طلاقها ياخد عشر تلاف وهو طلب ربع مليون جنيه وبعدين نزلهم لخمسين ألف ووصل المساومة والفصال إلى خمسة وثلاثين ألف وتم إعفاءه من مؤخر الصداق والمبلغ دفعه صاحب العمارة اللي سكنت فيها فايزة واخد عليها وصل أمانها ولما راح يطلق في حضور لبيب معوض المحامي راح وهو لابس اللبس الميري وحطت المسدس وطلب المبلغ كاشم الشيك وكانت فايزة منهارة وعايزة تخلص بأي شكل وبعدها بفترة يمكن ظابط الشرطة ده تصاحب على مطربة سورية وبعد ما فشلت علاقته بيها حاول يرجع لفايزة ويرجع لها هدوم كانت في أربع شنط كان واخدهم من شائتها وعرض عليها يرجع لها الفلوس اللي دفعتها مقابل أنها ترجع له وما انتهاش مسلسل الندلات ده لأنه بعد وفتها اتقدم للنيابة وقال أنه طلقها ما كانش طلق بائن وأنه لما وقع الطلق قالت له أنها حامل مع أنها في الفترة دي ما كانتش بتخلف كان عايز بس يشوشر وقال أنه هيرفع قضية وطبعا الشوشرة دي ما جابتش نتيجة في الوقت نفسه طلقها مختار العابد بعد وفتها أعلن التحفظ على ممتلكاتها في بيروت بعد ما كان حرمها من عيالها بدأ يدور على حقهم في مرسها في مصر وكانت شيء حزين جدا يعني أنه إنسان يتعرض لكل هذا الحظ السيء في الحياة في فبراير 82 عملت حوارها الأخير والكبير مع الأستاذ عائشة صالح وكان حوار حزين جدا يعني قالت فيه إنها عاشت عمرها كله وتتمنى لحظة حنان وإنه جزها الأول خطف منها بنتها وكان عمرها ست سنين ودخلت مدرسة داخلي في بيروت فكانت لما تشتق لها تروح تبص عليها من وراء الصور وبعدين لما جزها تالت خد ولدها ما بقيتش عارفة ما شافتهمش لسنين وما كانوش بيتابعوا الفن وإنه بتسأل هاليوم هيتمردوا على منع أبوهم ليهم إن هم يشوفوها ولا لا وبالفعل للأسف الشديد ماتت فايزة أحمد من غير ما تشوف ولادها في وقت الحوار اللي تنشر في مجلة المصور كان ولديها من محمد سلطان عايشين مع جدهم وجدتهم في اسكندرية وكانوا بدأوا يدرسوا في فرنسا وبتقول لعيشة إنه من ساعة ما بقى عمرهم عشر سنين ما سمعتش منهم كلمة ماما كانوا بيقولوا لي دايما يا فايزة وإنها بتشوفهم ساعات كل شهور وإنه محمد سلطان هددها إنه هم لو يعني ما هديتش كده في تعاملها معهم ممكن يخليها ما يكلموهاش فعيشة قالت لها طب مش جايز إنه هو يكون بيضغط عليك بمحبة عشان ترجعيله فقالت لها في الحوار نعايز أقول النص أنا لما تجاوزت محمد قلت له أنت أبويا واخويا وحياتي ولكنه ما تدنيش الحنان اللي كنت محتجاله هو ابن ناس مثقف وملحن عظيم ربنا يوفقه لكن حتة الحنان ما تدهليش الست دايما عايزة كلمة حلوة كان دايما يكسر مأديفي وأنا عمري ما كسرته دايما أشحنه بإنه حاجة كبيرة لكن هو كان يشعرني دايما إني ولا حاجة ويقول لي أنت مطربة فشلة أنا أخذتك مطربة فشلة أنا اللي عملت منك فايزة أحمد أنا سبب نجاحك الناس تعد معاك علشاني أنا أنت مكروها مين بيحبك لم يكن يعطيني الشحنة اللي تقوي شخصيتي كان دايما يضعف لي شخصيتي مش عارفة ليه كان بيعمل كده مع إني ما حاولتش أجرحه وهو أبو ولادي فسألتها عائشة صالح قالت لها هل ده بيحصل أحيانا لما تكون الزوجة أكثر شهرة فقالت لها أنا ما حستش أبدا أن أنا أكتر بنجاح منه ولا حسسته بدا أنا كنت دايما بحس النجوزي عظيم ده كان إحساسي بصدق كان دايما يقول لي أنا أنجح منك أنا أغنى منك يعني أنا مثلا اتجاوزته عشان فلوسه أو عشان أنه ناجح أنا لما اتجاوزته محمد كان مبتدي كملحن وما فكرتش في أني أخذ منه شيء كنت عايز الحنان والكلمة الحلوة لكن وصلني لحد أني فقدت الثقة بنفسي وكان يصر أنه يكون ملحني الوحيد مش عايز حد تاني يلحل لي لكني سأغني الآن بانطلاق طبعا ده كان عكس الكلام اللي كنت بتقوله قبل كده لما كان بيتقال أنه هو بيحرمها من الملحنين التانيين فكت بتطلع تقول في الملأ وفي حوارات تلفزيونية لا لا ده مش صحيح أنا بغني الآيحة وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ربنا يعافينا ويكفينا دايما انشار المرض الأزمات النفسية دي بتبقى مرعبة وعشان كده ده كان سبب في إصابتها بالمرض الخبيس واللي للأسف اكتشفته متأخر يمكن لو كانت اكتشفته في وقت مبكر كان يحصل نوع من أنواع العلاج كان من عادتها أنها تقفل التكييف في البيت أو تقلله خوفا من نزلات البرد قبل التسجيل فمرة حست بخنقة شديدة فطلبت فتح التكييف فلاقت الألم زاد بقوة وكانت بتشتكي من فترة من ألم وراها كتل متحجرة في السدر بس وده طبعا من المشاكل الكبيرة للحقيقة الطب دلوقتي ويبقى فيه ممكن بقى فيه تنوير أكتر اللي هو فكرة الفحص المبكر والاهتمام والخوف من حكاية سرطان السادي لكن في الوقت ده ما كانتش فيه هذا الاهتمام وهي كمان ما كانتش عايزة تضيع الوقت إنها تسافر برة وتعمل عملية أو كذا فده كان سبب في استفحال الحالة سفرت أمريكا اللي انتهى وعاشت رحلة ألم كبيرة في العلاج وتأثرت جدا من موقف الفنانة وردة الجزائرية اللي مش بس كانت بتزورها بانتظام برغم كل المعارك اللي كانت فايزة بتشنها عليها لكن لما حصل إنها في مرة بأزمت أزمتها المالية طلبت منها فلوس خلال رحلة العلاج وردة ما ترددتش أبدا وعبد الوهاب برضو نفس الحكاية برغم إنه كان يعني مشهور عنه الحرص وبرغم كل ده خاضت تجربة علاج مريرة باقت بالفشل برغم إنها استمرت في المقاومة وأصرت إنها تنجز غنوتها الأخيرة للصنباطي اللي فرغت فيها كل ألمها وأحزنها وبيحكي محسن جابر عن الفترة دي لأنه شاف وعاش الفترة دي وفكرة من إزاي لما بتدخل تغني كل هذه الألام بتختفي وبتنتهي وكانت متأثرة بموقف محمد سلطان منها برغم كل اللي قالته في حقه ورجعوا البعض حتى كزوجين قبل عشرين يوم من وفاتها لكن لما توفاه الله كان مسافر باريس عشان يتطمن على ولديهم اللي كانوا بدأوا الدراسة في كلية الطب هناك وبعد رحلها اتجاوز من فتاة سورية لكن ما نجحتش العلاقة وانفصلوا وقال بعد كده العائشة صالح انه ما نجحش في زواجه بعدها لان المقارنة مع فايزة أحمد مش في صالح اي امرأة غيرها وان كان اللي بينهم كان لقاء روحي وفضل يزور أبرها كل أسبوع مع مرور سنين رحلها لكن بالتأكيد ده ما كانش معاوض لها عن الأحزان اللي شافتها في رحلتها الطويلة مع الحياة واللي لما تشوف الأغاني الرائعة والجميلة والمتنوعة اللي سابتها وراها هتزداد لها تقدير وإعجاب الحقيقة وانا بقرأ انا طبعا الوقت لا يسمح ان الواحد يحكي كل التفاصيل لكن وانا بقرأ افتكرت أفلام أجنبية كتير جدا الواحد شافها ويمكن أكيد حضراتكم بتشوفوها عن رحلة معاناة المطربين والفنانين والممثلين رحلة فايزة أحمد غنية جدا يا رب بس يبعدوا عنها ومعملوهاش مسلسل وحش يعني على الأقل يتعمل فيلم حلو معمول بإنسانية يسأل الناس السؤال اللي احنا سألناه في بداية كلامنا عنها اللي هو ايه الطريق هل انت تعيش بسجيتك وبدماغك ولا ان انت تعيش زي ما الناس عايزين هل تسيب نفسك للحياة وما تبقاش حذر مهما حصل ولا الحل انك دايما تفضل حذر ومتربص بالدنيا وخايف من مشاكلها ومصائبها دي كانت نهايتنا عن نهاية كلامنا عن الفنانة الكبيرة فايزة أحمد واشوفك بكرة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة